السلام عليكم التي يواجهها بلدنا ولسيما في الجنوب تعلمون منذ الأسبوع الماضي الحكومة تتابع الجماعات الخارجة على القانون والعصابات وشكلت قيادة عمليات ميسان واعتقلت مجموعة كبيرة من المجرمين ومهربي المخدرات هذه الإجراءات الصارمة التي اتخذت من القوى الأمنية وكان على رأسها إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء في زيارته إلى ميسان شخص أيضا المشكلة أساسا في كل مرة تواجه الحكومة هذه التحديات الأمنية وهو عدم وجود رؤية صحيحة للأوضاع الأمنية لدينا لكن مبدأ الدولة هو الذي يسود في النهاية للأسف بعضهم يحاول تغييب قيم الدولة مراعاة لمصالح خاصة لكن نحن نقول في النهاية قيم الدولة هي التي تبقى والعراقيون بالتأكيد يغلبون هذه القيم وبناء الدولة وتأسيسها على أي جماعات مهما كانت لا يكون في ظل إجراءات هذه الحكومة ومساعيها سواء في الأوضاع الأمنية ومواجهة تحدياتها لن يكون هناك اقتتال داخلي فلن يتاح مجال لمثيري الفتن في أن يزرع بيننا هذا الصراع الذي يراد له أن يكون كبيرا الحكومة بحنكتها السياسية تحاول أن تحتوي هذه الأحداث وفي الوقت نفسه أن تكون صارمة مع المجرمين والعصابات التي تضر بمجتمعنا بأعمالها وإجراءاتها كان هناك أيضا كلمة موجهة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى العشائر في الجنوب وهي عشائر ذات انتماء وطني مؤكد برهنت عليه طوال تاريخ تأسيس الدولة العراقية وطلب إليها أن تكون عاملا مهما في بناء الدولة وأن تمنع اختطاف اسمها وعنوانها لمصالح خاصة ونحن بالتأكيد نؤكد قيمة هذه العشائر في أن تتضافر جهودها مع جهود الدولة في هذا المخاض الذي نحن فيه الآن وكرر منطق الدولة وقانونها هو الذي يسود وسيسود رغم أن في هذه الجماعات التي تحاول زعزعة استقرار العراقيين أيضا هناك شكر وجهه السيد رئيس مجلس الوزراء إلى القوى السياسية التي سارعت إلى التبرؤ من هذه الجماعات وإلى مواجهتها وأيضا بالحنكة السياسية التي توفر عليها عقدت اجتماعات واتخذت إجراءات لإحتواء مثل هذه المواقف عرج أيضا على الاتفاقية الصينية هي موجودة تعلمون منذ حكومات سابقة وربما تلكأت وتوقفت أما بسبب أسعار النفط المتغيرة بنحو جذري أو بسبب كورونا وما شهده الموقف الوبائي في العراق لكن على العموم يحسب لهذه الحكومة أنها شرعت فعلا في تنفيذها فهناك مشروع مثلا بناء ألف مدرسة وأيضا مشاريع سكانية في مدينة الصدر وغير ذلك أيضا وجه السيد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص وجبتين من البطاقة التموينية في شهر رمضان للناس هذه مراعاة خاصة دأبت عليها هذه الحكومة وأيضا وجه بضرورة مراقبة الأسعار التي عادة ما ترتفع في شهر رمضان في الاجتماع وفي فقراته استضيفة السيد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري كان هناك مشروع تحدث عنه تفصيلا وبيّن لمجلس الوزراء هذا المشروع وهو إنشاء سدة ترابية في قاطع هور الحوازة على الحدود مع إيران هذه السدة الترابية مهمة خاصة أن هناك سدة ترابية لإيران موجودة بالفعل وعليها مخافر حدودية أيضا العراق اليوم مجلس الوزراء درس هذه وناقشها وأقرها ووافق عليها في أن تنشأ سدة ترابية الغرض من هذه السدة الترابية أن تبنى عليها مخافر حدودية تمنع المجرمين والمهربين مهربين المخدرات خاصة وهي تقع طبعا على المناطق الحدودية المحاذية لمحافظة المحافظات الجنوبية محافظة ميسان تحديدا وبالتأكيد هذا المشروع سيحد من حركة مهربين المخدرات والمجرمين خضعت هذه الفكرة بعد إقرارها إلى مناقشات اشتركت فيها وزارة الداخلية والدفاع والموارد المائية وطبعا القرار تخذ على أن تقوم أيضا وزارة الموارد المائية بتنفيذ معابر في هذا المكان وهي جسور حديدية في وزارة الكهرباء كان هناك أيضا قرار لمجلس الوزراء يتعلق بمسألة البحث عن مصادر متنوعة لاستيراد الغاز تعلمون أن الغاز يمثل لنا مسألة أساسية في إنتاج الكهرباء الآن العراق يفكر في أن ينوع مصادر استيراد هذا الغاز وهناك مناقشات عن استيراد الغاز القطري واليوم صوت مجلس الوزراء على أن تباشر وزارة الكهرباء بالتنسيق بالتأكيد مع وزارة النفط للعمل الاستشاري في هذه المسألة وهي مرحلة للدراسة ولعرض هذه الفكرة فكرة استيراد الغاز القطري المسال على الاستشاريين لإيجاد وتحقيق فكرة تنوع مصادر الغاز بالنسبة للعراق لكي لا نكون حبيسي مصدر واحد بل ننفتح على العالم وعلى الدول المتنوعة التي توفر هذا الغاز فيما يتعلق بشبكة الإعلام العراقي استضيف السيد رئيس الشبكة الدكتور نبيل جاسم وتحدث عن مشروع قرار تخصيص قطعة أرض لموظفي الشبكة وبعد النقاش وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض عائدة لوزارة المالية بالتأكيد خصصت للهيئة الوطنية للاستثمار وعلى أن تعيد الهيئة تخصيصها إلى شبكة الإعلام العراقي من أجل إسكان موظفي الشبكة أيضا صوت مجلس الوزراء اليوم على فتح قنصليات جديدة خدمة للعراقيين المقيم في الخارج فكان هناك تصويت على فتح قنصليات في أصفهان وفي مالبين في أستراليا وفي دبلين أيضا في أرلندا وأيضا فتح قنصلية صينية في البصرة وأخيرا كان هناك قرار لمجلس الوزراء يتعلق باستملاك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطع أراضي هذا جاء دعم للجامعات العراقية لمشاريعها الحالية والمستقبلية وأيضا ضمن مشروعات الارتقاء بالبنى التحتية استملكت مجموعة من الأراضي من مديريات مختلفة في محافظة الذقار والأنبار وبابل والموصل أيضا لجامعات متنوعة وتأتي في إطار دعم هذه الجامعات وبناها التحتية شكرا جزيلا شكرا جزيلا